حتى أنني في أيام المتوسط رحمة الله على الوالد سلمني أربعين ألف وقال لي تروح الطايف الطايف تبعد عنه ما يقرب الساعة تسعين كيلو وكان عنده سوبر ماركت صغير بقالة فقال لي تشتري الأغراض وعطاني لستة بالبضاعة أخذتها ونيت معي غمارتين سلمني ورحت الطايف قال بعد ما تشتري من الزاي دي ومن الغام دي تحمل البضاعة تحاسب العمال وتشرعها لا يجي المطر تغرق وتحاسب الموردين وبعدين تروح الهدى الغمير في زواج هناك للناس من ربعنا وتعطيهم ألف ريال هذه قودة عانية لهم وترجع علينا المتوسط اليوم ولدك في المتوسط ياخي بالجامعة يروحوا معهم للجامعة خل أننا نتوسط الله يسلح وفعلا والوالدة تعرف الأم فيها خوف وشفقة على ولدها لكن الوالد كان صارم في قراراته خدت السيارة وأربعين ألف وصلت الضايف اشتريت البضاعة وجرتها وحاسبت العمال وشرعتها وربطتها وأنا في الطريق تعطلت علي السيارة معذرة قبل ما آصل وهذه من الأشياء التي فيها لفتاة مهمة أكشف على السيارة كان يعلمنا يعني حتى الأشياء المهمة في السيارة كان يعلمنا إياها وجدت أن الدينامو خربان وفيه فحمات فكيته من المطور وفكيت السير ولقيت الفحمات خربانة غيرتها وطبقت الدينامو وشديت السير أحضر المكينة ميكانيكية دكتور شغلت السيارة اشتغلت أشوف كيف يعني كان يحرص على أنه موت كان يقول سواق طارة عيب عندنا سواق طارة لا لازم تعرف الميكانيكا لازم تعرف الأشياء الأساسية في السيارة حملت بضاعتي وعلى الهدى حضرت عند الناس حتى كان ثوبي متسخ وما هو عيب كان عندنا مبادئ رجال مرجل تموت يا سلام وسلمت عليهم وقلت لهم يا الربعة هذه عانية والوالد ما قدر يحضر وإن كانت كثيرة تستاهلون وإن كانت قليلة يلحفها الطيب والجمالة اللي بيننا وعذروني يا بمشي لأن معي طرقة قالوا والله ما أتروح إلا بعد العشرة أتعشى معهم ثم أرجع وصلت قرابة الساعة 12 في الليل الوالدة مسكينة رحمة الله عليها في الطاقة تنتظر في الدريشة متى يرجع ولدها جزاء والدنا الجنة الله ولا جوالات كانت موجودة ولا في شيء الله يغفر لهم ويرحمهم ولا أقدر أطلع البيت لازم أن نزل البضاعة أبوي ما أقدر الصباح يجي الساعة 8 ولا 9 وما يلقى البضاعة مرصوصة في الدكان بدأت الشغل أيفة نزلت البضاعة كلها كاملة وطلع تريح أنام قبل الفجر طبعا لا نقاش عندنا في الصلاة والمدرسة والتحفيظ هذه ما فيها نقاش تماما حر ولا برد ولا ما فيها نقاش واجبة أيوة يعني صلاة حتى أن في الشتاء بعض الأحيان يأتي برد قارس جدا المياه تتجمد تقوم وتقوم نعم والوالد كان شاري لنا جبه يعني الجبه الصغيرة هذه الفروة الفروة وكانت دافية وكانت تصنع ما أدري من وين تصنع لكن ما شاء الله تبارك الله وحنا صغار نأخذها ونروح نصلي ونرجع بعد ما صليت ما قدر أطلع البيت لازم أرص البضاعة في الرفوف رصيتها وخلصت وخلصت حساباتي وحطيتها على الدرج نزل نزل الوالد رحمة الله عليه الساعة تسعة ويوم نزل والحسابات مرتبة والبضاعة مرصوصة وكل شيء مزين وباقي الدراهم موجودة ونظر فيه قال بيظ الله وجهك ونبوك اشتركوا في القناة